أنت حضرتك ناشطة نسوية وباحثة ما هو الحل وماذا تترقب النساء في السودان؟ الحل هو إيجاد إطار للتشريعات التي تحكم تغيير وتعديل القوانين المنتهكة للحريات والتي تميز بين النساء والرجال وهذه من صميم المهام التي نصت عليها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية حاليا لا يوجد إطار تشريعي أو مرجع يخدم أو يوجه تغيير وتعديل هذه القوانين لأن السودان لم يوقع ولم يصادق على اتفاقية القضاء على كافة الأشكال التمييز ضد المرأة سيداو أو الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص حقوق المرأة أو اتفاقية مابوتو وأيضا هذه القوانين التعديلات التي سرت أو تمت إعلانها في يوليو 2020 لم تتم بالتشاور مع مختلف فئات المجتمع لذلك فهي تمت بمعزل عن أصحاب المصلحة وبمعزل عن مشاكلهم وقضاياهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر